اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نعمل لايك وشير وكمان نقص اشتراك في القناة الخبر الاولاني نزل على جريدة اخبار اليوم بتكلم على ان الهند بتستعد للحرب النووية لان اللي احنا شايفينه ده في الخبر بيدل على هذا الهند بتختبر صاروخ باليستي بقدرة نووية اختبرت الهند بنجاح صاروخ اجني برايم ده عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى بيقدر انه هو يحمل رأس حربي نووي وبيتم اطلاقه من الارض وفعلا اخر اطلاق ليه كان يوم الجمعة اللي فاتت من موقع اختبار على ساحل اوديشا بالهند وذكرت صحيفة تايمز اوف انديا نقلا عن مصادر فوزارة الدفاع الهندية ان خلال الرحلة التجربية قدر الصاروخ انه يكتاز اقصى مدى ليه وتم تنفيذ جميع اهداف الاختبار بنجاح وعلى فكرة ده مش اول اختبار لهذا الصاروخ ولكن تالت اختبار طيران ناجح على التوالي وده بيؤكد موثقية النظام ودقته وفي السابق تم اجراء عمليات الاطلاق في شهر 6 وشهر 12 2021 اجنب رايم ده عبارة عن صاروخ ارض ارض بيعمل بالوقود الصلب على مرحلتين ومدى طيرانه بيوصل الى 2000 كيلو ده بيوريكم ازاي ان دول العالم عندها خبر او عندها احساس او بتستعد للسيناريو الاسوأ معزلة وهو الحرب النبوية تاني خبر معينا نازل على موقع اليوم السابع بتكلم قد ايه الدنيا متبهدلة في اوروبا والعقوبات والتضخم الاقتصادي مؤثر على مش دولة ولا اتنين ولكن في جميع انحاء اوروبا في مظاهرات احتجاجا على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وده بيصلت الدوق على الاستياء المتزايد من ارتفاع التكاليف والتضخم كل الحاجات دي وبيهدد باطلاق العنان لعدم الاستقرار السياسي طالما في مظاهرات طالما في اضرابات يبقى لازما هيبقى في عدم استقرار سياسي وعدم استقرار اقتصادي وده يؤدي ان الانظمة كلها تتغير وفي رومانيا قام متظاهرون بتفجير الابواق والتبول للتعبير عن خيبة املهم من ارتفاع تكاليف المعيشة ونزل المواطنون لفرنسا للمطالبة بزيادة الاجور بما يتماشى مع التضخم واحتج المتظاهرون للشيكيون على طريق التعامل للحكومة مع ازمة الطاقة ودخل موظفين السكة الحديد في بريطانيا والطيارين في المانيا في اضراب للمطالبة بزيادة الاجور في مواجهة ارتفاع الاسعار حسب مقالة صحيفة لابنجوارديا الاسبانية وشهد الاوروبيين ارتفاع حائل في فواتير الطاقة واسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية على الرغم من خفاض سعر الغذة الطبيعية عن المستويات المرتفعة القياسية اللي تم تسجيلها في الصيف وخصصة الحكومات مبلغ لا يستهان به و576 مليار يورو يعني اكتر من 566 مليار دولار لدعم الطاقة للمنازل والشركات من شهر تسعة من شهر تسعة الفين وواد وعشرين وفقا لدراسة في بروكسل ولكن ده كله لا يكفي لبعض المتظاهرين وقدى ارتفاع سعر الطاقة لارتفاع التضخم في الدول التسعتاشر اللي بتستخدم اليورو كعملة لها الى مستوى قياسي بلغ 9 وتسعة من عشر وده بيجعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون اليه ولا يرى البعض اي خيار سوى الخروج من المنزل الناس نزلت وكلهم بيحتاجوا ان كان في فرنسا في المانيا في بريطانيا في الليتسيج في رومانيا كلهم بينزلوا حتى كان في ايطاليا كان في مظاهرات بسبب ارتفاع الاسعار وان الرواتب او الاجور زي ما هي ومن الاخبار برضو المهمة في اوروبا عن دولة هولندا وبرده نازل على جريد اليوم السابع وعلى سكاي نيوز وعلى كذا منصة اخبارية هولندا بتعدم اربعة واربعين الف ديكرومي بعد اكتشاف سلالة شديدة للعدوى من الفلونزا التيور على اساس ان احنا مش كفاء علينا كورونا ولكن كمان الفلونزا التيور بتعمل مشاكل قالت الحكومة الهولندية النهاردة ان سلطات الصحة بتشرف على اعدام اربعة واربعين الف من تيور الديكرومي في مزرعة بجنوب البلاد بعد ما اكتشفوا ان فيه سلالة شديدة العدوى من فلونزا التيور موجودة في المزرعة والمزرعة دي موجودة في بلدة اسمها هيدل على بعد 50 كيلو جنوب شر اوتريخت واوضحت وزارة الزراعة في بيان ان تم فرض حظر على النقل في 10 مزارع جنبيهم حسبها منشر موقع نستي وتم تسجيل اكتر من 10 اصابات بالسلالة الفتاكة من فلونزا التيور في هولندا الشهر اللي فات بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام وشهدت فرنسا ايضا ارتفاع كبير في الاسعار وخاصة في اسعار التيور اللي ارتفعت اسعارها بنسبة 51% في اقل من عام وده بسبب انتشار انفلونزا التيور وكمان ارتفاع اسعار الحبوب ونقص الانتاج والاستيراد بعد حرب اوكرانيا يعني خراب نازل من كله كما شهدت اسعار البيض ارتفاع كبير باكثر من الضعف في فرنسا بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة ونقص الامدادات وده ادى ان شركات الاغذية ان هما يخفضوا الانتاج او حتى يغيروا الوصفات حسب ما اكد المزارعون في فرنسا بمعنى مثلا في واجبات كانوا بيعملوها بالبيت بيقولش يعملوها بالبيت ويغير في الوصفة بتاعت الاكل علشان مش لقين يشتروا وكان من المتوقع ان انخفض انتاج البيض العالمي الذي بلغ واحد ونص مليار في عام 2021 المرة الاولى على الاطلاق هذا العام بعد انخفاض بنسبة اربعة وستة من عشرة في المية في امريكا وانخفاض بنسبة تلاتة في المية في الاتحاد الدنيا برضو مش ولابد من ناحية الانفلونزا الطيور مؤثرة على العالم بجانب الحرب بجانب ان حتى كورونا مؤثرة على امريكا بشكل غريب او ممكن الله اعلم تكون حاجة تانية لكن انتو اللي هتحكموا من خلال الخبر اللي جاي والخبر بيقول ان نزلت خوار بيقول ان الف طالب اصيبوا باعراض تشبه الانفلونزا في مدرسة واحدة تغيب حوالي الف طالب في مدرسة سنوية كبيرة في ولاية فرجينيا الامريكية هذا الاسبوع بسبب مرض يشبه الانفلونزا طبعا لما نقول مرض يشبه الانفلونزا اكيد كله بيجي في دماغه كورونا وحيث ودفع المرض المنتشر في مدرسة اسمها ستافورد اه السنوية خارج واشنطن العاصمة المدرسة الى الغاء جميع عنشطة نهاية الاسبوع حسب ما نشرت يوم الجمع عن طريق صفحتها الفيسبوك وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك بوست زي ما انتوا شايفين ادي البوست هولي منزلها نيويورك بوست بتقول او الف طالب غيبوا كلهم بسبب اعراض انفلونزا في مدرسة مدرسة سنوية بفرجينيا وجاء في المنشور نفسه ان نظرا للعدد الكبير من امراض الطلاب والموظفين حتى الموظفين المبلغ عنها هذا الاسبوع تم الغاء جميع انشطة المدرسة حتى يوم الـ 1-23 اكتوبر سنعيد تقييم الظروف يوم الاتنين ونزودكم بمزيد من المعلومات لان عندهم الاجهزة ثبت وحد واثر المرض الغامض على حوالي نص طلاب المدرسة وتم تسجيل ما يزيد قليلا عن 2000 مراهق في مدرسة ستانفورد سنوية وقال المتحدث باسم WRCTV ان الطلاب والمعلمين كانوا يعانوا من اعراض شبيهة بالانفلونزا واعراض في الجهاز الهضمي وبيعمل مسؤولين الصحة بالولاي على تحديد سبب تفشي المرض وحسوا مسؤولين الصحة امريكيين هلعدم تخطي لقاحات الانفلونزا هذا الموسم محذرين من احتمال عودة الفيروس للظهور هذا العام بعد ان وصل انتشاره لأدنى مستويات التاريخية خلال وباء كوفيد نوينتين لما مدرسة فيها 2000 طالب ييعي منها 1000 كلهم ويغيبوا والمدرسين كمان يبقى فيه مرض كبير ده مش انفلونزا دي موجة اعتقد 6 ولا 7 مأثر على الناس بشكل كبير جدا وفي خبر كمان ليه دعوة بالحرب الروسية الاوكرانية نازل عجارة الدستور من ساعتين بيقول ما هي كمبلز قذرة التي يزعم النظام الروسي استخدمها من قبل اوكرانيا عبلغ وزير الدفاع الروسي نظير الفرنسي في اتصال هاتف النهاردة ان الوضع في اوكرانيا بيتدهور وبيتجه نحو تصعيد غير منضبط وفي مكالمة نشرها الجانب الروسي قال شويجل هو وزير الدفاع الروسي ان موسكو لديها مخاوف من ان اوكرانيا قد تستخدم الكمبلة القذرة في السراع دون تقديم دليل يدعم الاقتراح بان اوكرانيا قد تستخدم مثل هذا السلاح يعني بيقول كلام يعني وزير الدفاع الروسي بيقول وزير الدفاع الفرنسي احنا عندنا معلومات ان هم هيعملوا نقشنا الوضع في اوكرانيا اللي بيتدهور بسرعة انه بيتجه نحو مزيد من التصعيد وبتستخدم الكمبلة اللي اشار الى وزير الدفاع الروسي ما يسمى بالمتفجرات التقليدية المزودة بمواد مشاعة يعني عبارة عن عادي كنبلة عادية جدا ولكن كواها مواد مشاعة ولم تقدم وزارة الدفاع اي معلومات اخرى بشأن بيانها فهو السؤال اللي برضو الناس عايزة تفهم برضو ايه الكمبلة القذرة بالتحديد الكمبلة القذرة او الكمبلة الاشاعية عبارة عن كنبلة محاطة بمواد مشاعة واسعة المدى بتنتشر على شكل غبار او طراب اسناء الانفجار اللي بيكون لي كسافة حرارية وميكانيكية ممثلة لأي كنبلة اخرى عادة انها بتنشر عناصر مشاعة في المنطقة المحيطة يعني عاملة زي الكنابل اللي عادية جدا بتفجر وبتعمل دمار لكن جواها مواد مشاعة بتنتشر في الهواء ومن شأن الكمبلة القذرة ان تخلف اثارة مدمرة على المدى الطويل لان هدفها الرئيسي مش بس تدمير المنطقة الجغرافية لا تلوسها كمان واصابة الاشخاص المتواجدين فيها عبر اشاعات مباشرة ويمكن للمواد المشاعة ارباك العمل الخلوي للشخص المتواجد محطمة بذلك سلسلة الحمد النووي مخلفة تفراط ممكن تسبب امراض زي السرطان او سرطان الدم او سرطان او امراض العوز المناعي وغيرها وقد تتسبب في كثير من حالات الوفاة لكل من يتعرض لها ومن بين مخاطر الكمبلة ايضا الاترابات الاجتماعية التي تليها من فزع وزعر عام جراء الجهل بأضرارها وفعاليتها هيخلي الناس تتعامل بطريقة اوفر عن المفروض تتعاملوا به كما تتسبب بأضرار اقتصادية هائلة حيث تعتبر المنطقة المصابة غير صالحة للحياة والاستخدام بسبب صعوبة ازالة اثارها لاحتمالية استخدام عناصر فعالة بكميات قليلة وبعد الانتشار تكون ندرة جدا ويصعب العصور عليها وتستغرق عملية الازالة خاصة في المدن الكبيرة وقت طويل وتكلفة كبيرة فهده معنى كلمة الكمبيلة القذرة وايه مخاوف الناس من استخدامها ومن الاخبار المهمة عن بريطانيا ريشي سوناك بيعلن ترشحه لرئاسة الحزب المحافظين ورئاسة الوزراء كلنا عارفين ان ديسترس بعد 46 يوم تقريبا اعلنت استقالتها لانها ما قدرتش انها ما عارفتش تعمل حاجة في الوضع الاقتصاد الصعب في بريطانيا ففي ناس بتقول ان حزب المحافظين قدامهم حل من الاتنين ان هما يختاروا ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني السابق او يرجعوا جونسون مرة تانية وساعتها مش عارفة ممكن الشعب يتقبل الموضوع ده ازاي ذكر سوناك في بيان اورادته شبكة سكاي نيوز البريطانية انه بيرغب في المساعدة في قيادة اقتصاد البلاد للخروج من اقصر الاوقات تأزما بالاضافة الى توحيد الحزب ولفت انه عنده تاريخ من النجاح والاحترافية والمحزبة وانه سيعمل بلا كلل لانجاز المهم خصوصا انه زر خزانة فعارف هيشتغل ازاي من ناحة اقتصادية مطالبا اعضاء الحزب بمنح الفرصة لحل المشكلات وقيادة الحزب والبلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة وإشار الى ان ريشي سوناك خسر المنصب بفارق ضئيل امام رئيسة الوزراء السابقة لستراس في الانتخابات التي اجريت قبل ستة اسابيع يعني الراجل بيقول الدني فرصة وشوفه انا هعمل ايه في المشاكل اللي حصلت دلوقتي في بريطانيا ومن الاخبار المهمة في مصر النهاردة بانها افروديت ضبط 1752 قطعة اثارية قبل تهربها خارج مصر اعلنت وزارة السياحة والاثارة المصرية النهاردة ان امن المواني وقدارة الجمارك في ميناء نويبع البحري المطلع البحر الاحمر قدروا انهم يضبطوا 1752 قطعة اثارية من بينها تمثال لأفروديت قبل تهربها خارج البلاد وصرح الامينة العام لمجلس الاعلى الاثار مصطفى وزيري بان هذه الضبطية جاءت بعد تلقي الوحدة الاثارية بالمينة بلاغ من الامن بالاشتباه في اثارية في اثارية بعض المقتنيات التي ضبطت داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة لنقل الفكهة لو حبت تمثيل كده محتوطين جاء عربية فكهة اللي هيجيب تمثيل زي دي في عربية فكهة الا ما تكون متهربة واثار ورحوا يبلغوا المجلس الاعلى للاثار علشان يشوفوا نوعية التمثيل دي ايه وبعد تشكيل لجنة اثارية متخصصة لمعاينة المضبطات وفحصها اكدت اللجنة اثرية جميع الكطع وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية واللازمة ومصادرة المضبطات لصالح وزارة السياحة والاثار ونقل بيان للوزارة عن محمد ايتمان مدير عام المنافذ الاثارية البحرية قوله ان المضبطات تضمرت تمثال من البرونز اللي لها افرودات من العصر الروماني وعدد 1752 قطعة اثارية منها 1722 عملة من الفضة ومعدن البيلون والبرونز من العصر البطلمي وعصر الاباطرة نيرون وهادريان وانتونيوس بيوس التي تنتمي لدار سك اسكندرية اللي هو الدار اللي كان اللي بيعمل في العملات كما تضمنت 20 مسكارا لوزن العملة من البرونز بأحجام وأوزان مختلفة وست عملات من الدنانير الزهبية والدراهم الفضية كتبت عليها رسالة التوحيد وجزء من سورة التوبة وأوالب لسك العملة من العصور الإسلامية المختلفة مكتوبة عليها بالخط الغائر وأخرى من العصر الروماني محفورة عليها عبرات باللغة اليونانية وشملت أيضا عملة من معدن أصفر اللون عليها صورة الإمبراطورة جوليا دومنا سوجة الإمبراطور سبتموس سيفيروس اللي زمتد بحكمه من نهاية القرن الثاني لبدأت القرن الثالث الميلادي وعملة من البرونز من العصر البيزانتي عليها رأس إمبراطور غير واضح المعالم وكانت مصر قد قصفت وجهودها خلال السنوات القرنة الماضية لاستعادة الكثير من القطع الأسرية اللي خرجت بطرق غير مشروعة على مدع قود أو التي عرضت للبيع في المزادات العالمية بأوراق ملكية مزورة وبتسارع مصر حاليا للانتهاء من أعمال المتحف المصر الكبير بجوار أهرامات الجيزة اللي سيدم عشرات الألاف من القطع الأسرية من أبرزها مجموعة الملك توتعن خامون النادرة فحاجة زي كده حاجة كويس إن فعلا قدروا يضبطوها قبل ما يتم تهربها خارج البلاد بكده نكون انتهينا شكرا لحضراتكم أتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس